اندلع حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة وسط القاهرة فيما لم تسجل أي إصابات حتى الآن وفقاً لوسائل إعلام مصرية وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها إذن ينضم إلينا من القاهرة مراسل المشهد محمد خالد محمد مرحباً بك معنا آخر المعلومات حول حريق وزارة الأوقاف والتحقيقات حول الأضرار والأسباب نعم تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على هذا الحريق الذي نشب في الطابق العلوي والأخير من مبنى وزارة الأوقاف السابق حيث تم نقل كافة الموظفين أسيا إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يعني مثله كمثل باقي جميع الوزارات المصرية التي تم نقلها منذ عدة أسابيع دون وفيات أو إصابات تجاه نتيجة هذا الحادث إذا تحدثنا عن البيان الرسمي الذي أعلنه محافظ القاهرة أنه صباح اليوم اندلع في الطابق الأخير بهذا المبنى حريق تمكنت القوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر وسيتم تشكيل لجنة هندسية لإعادة الكشف عن أي عوائق تكون في هذا المبنى لإعادة ترميمه بعد انتهاء التحقيقات سواء من النيابة العامة والبحث الجنائي للكشف عن ملابسات وحدوث هذا الحريق شكرا جزيلا من القاهرة مراسل المشهد محمد خالد على كل هذه المعلومات